مساء الخير والنجديد يكملين معكم وهلأ وصلنا لفقرة السفر وأكيد دائما هاي الفقرة ما بتكمل إلا مع طحي العوامل مساء الخير مساء الخير رزان اليوم نحكي عن موضوع كثير مهم صراحة موضوع مشغلب يعني أنا كثير بتوتر منا صراحة قديش بسافر لسه بتوتر منا بدنا نحكي عن ترتيب الشنطة كثير منحكي لهم أنا شخصيا بحكي لهم ترتيب الشنطة وعدي داما من ننسى ياب تنسي اشي حالك ما اخذ اشياء زيادة وما تستخدمها بيكون مائل هداعي نصها بتكون مائل هداعي فاليوم بدنا نحاول نقدم نصائح للمشاهدين حول هذا الموضوع لحبتي ينظموا شنطة السفر بطريقة مثلية مضبوط صح هلا قبل ما نيجي للشنطة ونورجي للمشاهدين بس حبي احكي عن كم شغلة انه انا ايش اللي بحطهم ببالي ايش اللي بحط ببالي لما ارتب الشنطة قبل ما امسك الشنطة وقبل ما اعرف اي اشي بكون عندي بمسك ورع وقلم وبتخيل حالي بالأوتيل صاحية الصبح بدي اخذ شاور غسل وقلبس وقلب وقصلع يعني بتخيل الحمام اغراض الحمام شو الواحد يحتاج بده الشامبو الكنديشنر غسول الوجه اذا واحدة تحتم مثلا بتحط كريمات اشياء سان بلوك هاي كل ياتها الواحد ياخذها معه فرشاية السنان معجون السنان الدنتال فلوس كل اشياء الحمام هادي تكون مأخوذة بعين بالزبط بعين الاعتبار وبعدين منكمل للبس طبعا ملابس داخلية وملابس خارجية والشوز والطلعة هيك الواحد ما بنسى اشي مهو فقرت اللبس هاي لحالها اللي اللي بناخد لبسة كاملة لكل يوم هاي اكتر اشي ممكن تعمل مشكلة طبع عشان نبالش انا وياكي بالترتيب نحكي خطوات بسيطة ووسهلة تكون للمشاهدين نشوف ايش انت جايبة وكيف حضرت لنا شانتك اليوم للصفر هلا طبعا انا عامل حسابي انه بدنا نسافر تقريبا خلينا نقول خمسة ايام بكفو فكيف بدنا نعمل باكينج لخمسة ايام خمسة ايام يعني المفروض الشانت تكون هلا اهم اشي انه الواحد يحسب حسابه انه بده يلبس لبس مريح للسفر هذا اهم اشي بالضبط يعني بالطيارة ما يقول الواحد والله بدي يلبس اتقلبوت عندي عشان ما اوزنه لان رح يصفي يشلح ويلبس وهي كفاء انه يصفي مش مريح ابدا فانا لو عندي مثلا هاي الشنتة الكتكوتة يعني تخيلي انا مسافر خمس ايام بك شنتتي هلا خلينا نقول اه هلا اذا خمسة ايام انا رح اطلع الاغراض ورح احكي عنهم واحدة واحدة لما نرجع نحطهم جوا تمام اللي ننشيل هدولا هون اهم اشي مش يبين فرق الطول بيني وبين ضحة احكي احكي اذا لو بدنا نقول انتي ما انا شايفيت على الكاميرا فرق الطول انا الكاميرا خلاص اااااااااا هلا لو قال له مثلا خمسة ايام اللي انا بحب اعمله هلا انا عادة دايما بسافر بالصيف كعطلة خلينا نقول لكل كافيكيشن دايما نحاول انه NHT الاشياء اللي تقيلة تحت تحت الاشياء البلكي اللي مثلا هاجمها كبير مثلاً أنا هلأ أتأل إشياء هون عندي بالشنة هو بنتلون الجينز بنتلون الجينز في كتير طرق للترتيب إما منلفه بالشكل هاده هيك أنا مثلاً بنحط تحت هيك إما يعني هاي إذا كان عندنا كتير أغراض كتير بتنفع بس أنا بحب إنه ينحط بالشكل هاده هيك بظل أصلاً مش مجعلك عشان مرتب بظل مرتب هاي أخذت معي بنتلون الجينز أخذت معي بنتلون الجينز هلأ بنتلون الجينز عشان ما نضب كتير أشياء إنه ما نستعملها ممكن تلبق عليه طب متل هيك هذول الطبس أنا اللي من تحت بكونوا شوي أعرض بحب أضبهم هيك إنه من هون أضيقها هيك وهيك هاي عندي وانتوب خليها هلأ هاي هاي اللبسة هاي لبسة هاي لبسة هاي بنتلون والبلوزة تبعتها هلأ في عندي كمان ممكن إنه أنا ألبس هاي لطب على نفس الجينز نفس الجينز هاي لبسة تانية وأنا استخدمت الجينز نفسه يعني ما اضطرت إني أحط بنتلون تاني صح فهي عندي لبستين ممكن إنه كمان أنا بحب الفساطين بالسفر فممكن عندك هذا الفسطان وبعدين هذول الفساطين مريحين كتير وما بيوزنوا صح فعندك مثلا هاي كمان تلأ تالت لبسة وهي عندي كمان فسطان هذا الفسطان أنا ضاببته يعني بس عشان أفرجيكم ممكن إنه دائما لفسطين أنا أنا بحب الفساطين كتير يعني أريح إشي بالسفر أريح إشي بالسفر أتحرك فيهم بسهولة دائما بعمل هيك أنا بقسمهم من النص وبعدين هاي الأطراف اللي بتكون عريضة بدخلها هيك لجوه هيك وهيك وخلص هيصار عندي الفسطان هيك مضغوب هاي صرتي هاي أربعة لبساعة وهي الخامسة هلأ بدي أشرح لك ليش في زيادة هاي طوب مثلا هيك وهي بانطلون تاني تمام هم هدا طبعا كمان بتقدري تلك هلأ اللي إحنا تحت حطينا الجينس خلينا نحط البانطلون التاني كمان هون تحت بالقع وهي عندي هون فسطان وهي التاني وهي التوبس عندي مرتبين جاهزين تمام هيك حسنا إذا تضع إيديكي هايك نجد هوا يعني يوجد أسرح أسرح كثيرا سعلى أشياء وهي إذا بدي أحط شوز عادة بختار شجلتين تخلي شوز واحد بختار لا تانين واحد يكون جدا مريح للمشي مثل هذا مثلاً من هين ترجيكم فردة منه أوكي هذا يبقى على كل شيء وعادةً بستخدم هدول الشو باكز أو الدست باكز عشان أحط الكنادر فيهم ومنسكرهم هيك نقدر نحطهم على الوجه لأنه معانا وسع في وسع وبقدر كمان أختار شغلة تانية اللي هي زي ساندلز كمان برضه يفضل أنه يكون مريح وبلبق مع الفساطين مع الدراسز إذا بده مثلاً واحد يطلع مرة بالليل يتعشى ما في داعي أنه تاخدي كعب وهيلز لأنه مش رح تلبسي أنا أخدت يا ما أخدت ورجع مثل ما هو ولا لبسته فهي عندي هون خمس أو ست لبسات مع هدول البوت الرياضة مع الساندلز هذول بالبقو عليهم كلياتهم فعندي هون وإذا كان فيه بلت إذا كان فيه مثلاً إقشاط أو أحزام يفضل أنه ما نلفه لا يفضل أنه نحطه هيك صح عشان ما ياخد وثع وما يكعبل فإنه منحطه هيك على طول الشنطة وعرضها وبضل زي ما هو بالضبط بضل زي ما هو هلأ هاي بالنسبة للأواعي و للشوز أنا أختار لها كل يوم لبسة وزي ما قلت بحطت بحطتين الزيادة جست إن كيس هلأ عندي المكان التاني اللي هو الجزء التاني من الشنطة أين هاي كل أغراض الحمام اللي حكينا عنها طبعاً ما بحطها بعلبها الأصلية لا هم إشه السشوار هادة أنا السشوار كتير ضروري هذا عشان أفرجيكم أنوا تقدروا تحطوا السشوار كمان يعني مع كل هذا أنا ما أغغبت فأنا دايماً أجيب هذول 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 الترافل هاذول موفيدين هذول كتير موفيدين باكيجز أو باطلز أو ما أيضاً منلاقيهم في بيكارفور أسعارهم كتير منطقية وأنا كمان برضه كلما أسافر إذا لقيت بمحل إنه كمان برضه أسعار منطقية أجيبهم. فهؤلاء نستطيع أن نعبي فيهم الشامبون ونستطيع أن نعبي فيهم الكنديشنر ونستطيع أن نعبي فيهم الكريمات والإشياء والسون بلوك كلهم نستطيع أن نعبي فيهم يأتي مع غطاية فرشاية الإسنان. أحباً، فرشاية الإسنان ومعجون الإسنان والفلس أحملهم على شنطة إيدي لأنه مرات بيكون فيه ساعات كثيرة طويلة. تستني بالمطار أو مثلاً تنامي بالترانزيت أو شيء دائماً بخليها بشنطة إيدي لأنه يعني بحلو الوحيد تعرفيش إيش بصير ما يفرش. فهون منحط الأغراض. هاي الشنتة طبعاً هي هلا فاضية. لا مش ميكوب. هاي أنا برجع كمان بحط فيها هاي كلياتها بحطها هون والأشياء اللي مثلاً ما بتوسع إنها تتعبا مثل مثلاً ديودرنت موزيل العرق ليفة إذا عندي ليفة كمان إنه ممكن أحطها فراشي الشعر ممكن كمان إنهمين حطوا هون. هاي بتوسع طبعاً عادةً أي شيء تقيل أحسن إنه نعمل له باكينج قريب من العجال لإنه الشنتة بالآخر الليح نلبها على العجال فعشان ما يوقع من حطها هون. وهذه شنتة الميكوب. هلأ بالنسبة للميكوب أنا الميكوب يعني كمان برضو ما يبالغ يخد الدنيا. ممكن مثلاً إذا أنتي عم تمشي كتير وعم تطلع كل يوم مش ضروري فونديشن وهيكي. الأشياء الخفيفة واللي برضو بتلبق على كل شيء وممكن إنه نستعملها كل يوم. هلأ كمان أكسترا أنا دامًا باخد السشوار معي. ما بتركين يعني للسشوار الموجود. لأنه ممكن ما يكون فيه. وأنا الصور جزء كتير مهم من السفر. أنا لأ ما باخد معي السشوار ولا إشيء أصلاً ما بعمل شعري. ما بتعمل شعري؟ ما بتعمل شعري. أنا لأ ما بريحه. أنا بحب أن يكون ضابط ومعمول. طبعاً بالنسبة للشواحن بالنسبة للسماعات كل الدوكومنت تابعون السفر. هناك ناس لسه تحب تطبع حجوزاتها مع أنه كل شيء موجود على التليفون. التليفون زي ما حكينا الشواحن الأفلاك. هاي الأشياء كمان ضرورية إنه الوحد يحسب حسابها لأنه ممكن إنه مثلاً تاخدي السشوار أو الشاحن ويكون الإنلت أو الأوتلت بالضبط. ما تضبط فممكن إنه الوحد يستعين بواحدة من هدول. هاي كلها طبعاً بشنتة الإيد. بس بشنتة السفر أنا كمان بحب أحط كيس للغسيل. أهم إشياء. للجربات للملابس الداخلية اللي الوحد بغيرها كل يوم. حلو إنه الغسيل ينحط هون. وخلاص الوحد بس يرجع بفضيه بالبيت. بالضبط. حلو كتير. يعني هيك إحنا جهزنا. أنا وضحة. هي ضحة بس أنا شاركتها. يعني. جهزنا شنطة السفر. تفدت كثير لخمس أيام. بس هلأ بدنا نحكي للمشاهدين هيك خطوات بسيطة. لحتى مثلاً هاي شنتة السفر. مثلاً إذا بدنا نحكي كيف يكونوا محضرين هاي الأشياء اللي موجودة بالشنتة. جاهزوها مثلاً. إنه كتجهز دائماً كل شيء يكون جاهز بره الشنتة. يعني أنا مثلاً شو بعمل. قبل بيوم يكونوا جاهزين. قبل بيوم الشنتة تكون جاهزة. لا أنا حتى من قبل شو ببلش أعمل رزان. مثلاً بيكون ببالي إنه بدي أسافر هاي الخمس أيام. بصير أفكر كل ما أتذكر شغلة. بحطها على جنب مثلاً. أو بتكتبيها على ورقة. أو بكتبها على ورقة. أو مثلاً إذا بغرفة تانية عندي محل. بحط على التخت. بزت على التخت الأغراض. وبعدين قبل السفر بيوم كامل ببلش أني أضب هاي الأشياء بالشنتة. لأنه غلقي الواحد خلص دغري يفكر ويحط بالشنتة. لأنه إلا ما يضب زيادة أشياء ما بحتاجها. صح. وإنتي كمان بالوقت اللي بصير فيه إنك لازم تضب يمكن كتير شغلات تنقي إنك ما تأخديها. صح. أو تغيري رأيك أو كذا. فالأفضل إنه دائماً يكون الأغراض جاهزة قبل بواقت. وبعدين قبل بيوم إن نحضر الشنتة. إذا الواحد بده ينام. إذاً. نكون مجاهزين الأغراض اللي بدنا ناخدهم نكتبهم ياع ورقة. أنا دائماً على ورقة. بالضبط نكون عرفين إيش بدنا. ونجهزهم قبل بيوم. لأنه كمان هاي الشغلة اللي إنتي حكتيها. بتسهل علينا إنه بس نيجي نضب الشنتة. بس بدنا نرجع البلد. بس بدنا نرجع أي. عندنا الورقة. إيش معنا ومصفت. بس بدنا. في المرات الجاي أريح. نتأكد أهم إشي إنه الشنتة مش مكسورة. لأنه ممكن. تنكسروا على الأغراض. منها يضيع ألف إشي موجود فيها. طيب. إيش كمان بدنا نحكي. بدنا نحكي عن الوزن. الوزن. دائماً يعني يفضل. مع كترة السفر بصير الواحد. بدك مرتاح. بصير الواحد بعرف إنه قديش الوزن المسموح. بس دائماً أحسن. كمان الواحد يرجع يتأكد ويفوت ويقرأ. التيكت اللي بنشتريها اللي بتوصل على الإيميل. دائماً بكون فيها الريجوليشن والبوليسيز. يستبعون الطيران. ويكونوا حطين لك إيش اللي بيسمحوا فيه وإيش لا. وإذا الواحد ناوي إنه يعمل شابينج. أو مثلاً يرجع بوزن زايد. نيح إنه يأخذ معه كاري أون صغيرة كمان. عشان إذا ما وسع. يعني إذا ما وسعت الأغراض بالشنة الكبيرة. أو يعني تعدينا عن الوزن المسموح فيه. نفضي شوي بالكاري أون. هناك شغلة كثير بتصير مع الناس بس يسافروا. مرات فيه كثير ناس بتضيع شنتتهم. أو بيظلهم يستنوا بالشنة يستنوا بالشنة ما بتوصل. هناك شغلة لازم نعملها عشان. في ناس بتلاقيهم حطين على الشنة إشي خاص فيهم. ربطة أو شبرة. ربطة أو شبرة. بس هذا كمان برضو ما بيميميز. ما بيميميز. بسط. إيش ممكن نعمل. لازم فيه ليبلز نكونوا معمولين إنه نحط فيهم اسم المسافر. وعنوان أو رقم تليفون مثلاً لشخص قريب بالبلد اللي إحنا رايحين عليها. أو عنوان الأثيل. الممتاز. أو يعني عنواننا بالبلد إذا ما. هذا بيسهل لأنه أي حدا بيلاقي هذه الشنة بتوصل على هذا الرقم. بالضبط. توصل إلى الشنة سالمة زي ما هي. بالضبط. إذا بنا نحكي عن الأشياء الضرورية. جواز السفر. المحفظة. الفلوز اللي هتكون معنا. وحتى كمان برضو المجوهرات في كتير ستات. بالضبط. مثلاً بلبس مجوهرات وهيك. كل الأشياء اللي إلها قيمة. الثمينة. الثمينة بالضبط. بشنة الإيد. اللي إحنا على إيدنا يعني. أه لا نحطها بشنة السفر الكبيرة. حتى لو كان فيها سحبات. حتى لو كان فيها سحبات. حتى لو كان. لأنه مرات. بتلاقي أصلاً أنت مرات شنتتك. بتحس إنها مفتحت وتفتشت. صح. فالأفضل. عشان ما يضيع. والواحد يسير يقول مين أخده مين هذا. لا. حطها بشنة إيده أفضل. وأكيد رح يطلع جواز أكتر كمرة. لكن الواحد لا يأخذ معه شغلات يعني أنه قيمتها كثير عالية على السفر يعني إلا الأشياء اللي دائماً يعني ملبوسة بالإيد. وبنا نحكي عن إذا كان فيه معنا مثلاً بالشنة أشياء أزاز كيف ممكن واحد يفصلها يرتبها بطريقة منها. الأشياء الأزاز عادة طبعاً يعني هو لا يفضل. لا يفضل. إذا الواحد اشترى مثلاً سوفينيرز أو ماخد شغلة لناس ببلد ثانية يعني الأفضل أنه يغلفها بالأواعي. يعني مثلاً كيف التوبس هذول بدل ما أنا هيك ألف يعني أضبهم فولدد بلفهم على الإشياء الأزاز قطعة أو قطعتين يعني عشان تسكيور إنه هاي الأطعة لو إجاح ضربة بمتصل. فيه كمان الورق المخصص للأزاز. آه اللي هو البابل راب اللي هو زي اللي هذا كنا نضلنا فقعه. هذا أكيد كمان. بس إنه لو لم يوجد ممكن إنه نلف بقطاع الأواعي. صح طب إذا من نرجع نحكي خطوات بسيطة أنت ذكرت بعضها في البداية بس حكي عن لما بتضب شنتتك. خطوات بسيطة لحتى نستغل المساحة اللي بالشنطة يعني ما نكتر كثير أغراض وإذا كان بنا ناخد هذول الأغراض وعنجد محتاجينهم كيف نستغل المساحة للشنطة ونرتبها بطريقة منتزمة. طبعاً دايماً منحط الأتقل والأشياء اللي حجمها أكبر تحت. ممتاز. الأشياء الخفيفة واللايت تكون هي اللي لفوق. وممكن حتى إذا ماخدين معنا الشوز نفسه كمان بوسع الإجرابات. ممكن إنه نحط الإجرابات داخل البوت أو جو الكندرة. صح. لأنه كمان برضه بحافظ على شيب وشكل الكندرة بدل ما تنفعس أو يعني للي مثلاً شنتيهم أماش. إنه مش هارد شل مثل هاي الشنتة. الأفضل إنه ينحط الإجرابات. لأنه بسرح لهم ضغط. بالضبط. كمان فيه شغلة مهمة ضحى نفصل كل شيء بحث هاي. إنه مثلاً الأواعي لحال. الخنادد لحال. بالضبط. الأشياء إنه نستخدمها للحمام لحال. طبعاً. بالضبط. عشان فيما لو صار فيه مثلاً يعني. وإحنا مسافرين مثلاً نزل من الشامبو أو إشي. يعني إنتي شفت كيف هو محطوط كان بشنتة وأنا رجعت حطيته بشنتة تانية. إن كيس إنه طلع منه إشي ما ييجي على الأواعي ويوسخها. ومهم كتير كمان الأشياء اللي صغيرة مثل الفراشي الإسنان. فراشي الشعر. هاي دائماً لازم تكون بشنتة صح. نحطها بكياس. تتعرفي كياس الفريزر. الزيبلوك. هؤلاء أنا كتر ببس أعملهم. هؤلاء ممتازين كتير. أنا كتير أستخدمهم. اللي هو زي الفويل بيبر بس بلاستيك. هذا أنا دائماً بفتح الأناني. وبحط إطعاء هيك مربعة. وبعدين بسكر عليها اللي بنلفوا هدول. فهيك مستحيل ينزل أي إشي من. طب وإذا جايبين هدايا معنا من السفر. هلأ هدايا دائماً الهدايا التذكارية هديك الحلقة. قلنا إنه بلاش نجيب سوائل وهيك شغلات. بس إنه ممكن إنه نغلفها ببلاستيك ولوزة. صح. طب فيه شغلة كتير مهمة هلأ بذكرني فيها طلال من الإعداد. إذا معنا أدوية عن جد. في كتير ناس لأنه لازم يكون واحد مهيئ حالو صار عنده وشع الراس. كذا غيئ. فإذا كان معه أدوية إش كيف ممكن دير بالو عليهم وحطهم بكيس مغلق. أنا بحب أحطهم بزيب لوك باغ. وأحطهم إذا مش إشي مثلاً لوجع الراس وهيك. ممكن إنه نحطهم بشنتة السفر. بس إذا باين كيلرز لوجع الراس وهذا برضو بفضل إني أحطهم بشنتة الإيد. طيب الأماكن في بتلاحظة في شنتات سفر بيكون فيهم أكتر من جيبة. هاي كيف ممكن نستغلها لأنه تحسيها كثير صغيرة مرة ما بتوسع أشياء كثير. هاي أنا مثلاً ممكن أحط فيها شواحن إضافية باور بانك ما بدي أستخدمه مثلاً. إنه عارف حالي السفرة مثلاً رحلة أصيرة ما رح أستخدمه بالطيارة. فممكن إني أحطهم بهذول الشيء. كثير مبسطنا اليوم بهذه الفقرة وأكيد المشاهدين استفادوا من معلومات الأدب تناية. هي أعطيك ألف عافية. الله عافية. اشتركوا في القناة